ترون أمامكم رسماً لشخص ما هذا هو الدماغ وهذا هو القلب كما تعلمون هناك عصاب تخرج من الدماغ إلى القلب وهذه العصاب هي التي توصل الإشارات إلى القلب لكي يسرع نبضاته أو أن ينبط بقوة أكبر هذه العصاب تسمى العصاب الودية سأرمز لها هنا S وسأحددها باللون الأخضر وهذه هي العصاب اللاودية وسأحددها باللون الأحمر وسأرمز لها P وخصوصاً العصاب الحائر وهو الإسم الفعلي للعصاب اللاودي يوجد الآن معلومات تتدفق من الدماغ إلى القلب وفي نفس الوقت هناك معلومات تذهب من القلب إلى الدماغ أي أن المعلومات تتدفق في الاتجاهين لكن ما نوع المعلومات التي تتدفق إلى الدماغ؟ تعلمون أن هناك مستقبلات للتغير في الحجم والدماغ يحتاج إلى معرفة المعلومات عن حالة الحجم وفي الأذين الأيمن توجد مستقبلات حجم قابلة للتمدد بمجرد تمددها فإنها تخبر الدماغ أنه يوجد الكثير من الدم وعندما لا تتمدد فإنها تخبر الدماغ أنه لا يوجد الكثير من الدم وهذه المعلومات تساعد كثيراً في التنظيم التلقائي لضغط الدم والفكرة مما سبق أن هناك الكثير من العصاب التي تصل ما بين القلب والدماغ وتؤدي وظائف هامة لو مات الشخص الذي شرحت عنه وكان يريد التبرع بقلبه وكان لديكم شخص مستقبل لهذا القلب وتم نقل القلب إلى هذا الشخص والأمور على ما يرام ولكن لم يتم توصيل كل هذه العصاب الصغيرة السؤال هنا لو لم تتواجد هذه العصاب هنا هل كان من الممكن تنظيم كل الأمور التي ذكرتها سابقاً؟ هل يمكن مثلاً تغيير سرعة معدل ضربات القلب عند الحاجة؟ أو تغيير قوة الإنقباض؟ أم أن القلب سيعمل ببساطة على نفس الوتيرة من حيث معدل النبط وقوة الإنقباض وغير ذلك من أمور؟ هل يوجد شيء ما يمكنه تغيير هذا بما أن هذه العصاب غير موصولة؟ أولاً هناك بعض الأدلة على أنه يمكن إعادة توصيل العصاب في الجسم الجديد لكن هذا يستغرق وقتاً طويلاً جداً بالتالي ما هو الحل على المدى القصير؟ يوجد في الجسم الغدتان الكذريتان فوق الكليتين بالضبط والغدة الدرقية في منطقة الرقبة تفرز الغدة الدرقية والغدتان الكذريتان الهرمونات التي بدورها تؤثر على عمل القلب حيث تفرز الغدة الدرقية هرمون الغدة الدرقية وتفرز الغدتان الكذريتان هرمون الإبنفرين في المثال الأول كانت التغيرات في هذا القلب سريعة جداً لأن الأعصاب توصل الرسائل بسرعة لكن في المثال الثاني فإن الاستجابة تحدث بصورة أبطأ لأن الهرمونات تنتقل إلى مجرى الدم ومنه إلى القلب وهذا يستغرق وقتاً أطول نسبياً إضافة إلى الهرمونات يمكن للأدوية أن تقوم بهذه التغييرات فلو كان هذا الشخص يتناول أدوية لها خصائص محددة مثل حاصرات قنوات الكالسيوم التي تغلق قنوات الكالسيوم فستؤثر على قوة انقباض القلب أو كان يتناول حاصرات بيتا وبيتا هو مستقبل الإبنفرين والنور إبنفرين فإن ذلك سيؤدي إلى إيقاف تأثير الإبنفرين تماماً من هنا فإذا تناول الشخص دواء معين أو أفرزت الغدى الكاظرية المزيد من الإبنفرين فأن هذه الأشياء ستغير كيفية عمل القلب ومدى سرعة عمله ومدى القوة التي يعمل بها لكن تحدث هذه التغييرات خلال مدة زمنية أطول نسبياً مقارنة بالتغييرات التي تحدث عندما تكون لعصاب متصلة تقوم لعصاب بتوصيل الإشارات مباشرة هكذا تكونون قد وصلتم إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر